تتعرف يا حمضة بعد أسبوع طويل وبعد ازدحام الحياة الواحد بحس انه محتاج انه يعيد توازن الجسم ويرجع هيك يحس بالطاقة الايجابية لازم الواحد يعمل يوغا بس قبل فترة سمعت عن نوع من انواع العلاج والتشافي باليوغا او العلاج والتشافي بالصوت هذا شيء كثير يمكن جديد على الساحة او الناس متعرف وهو موجود فعلا واثبتت الدراسات نتائجه الرائعة على جسم الانسان وخلايا الانسان لهيك رح نحكي اكتر يا حمضة عن هذا الموضوع لكن اليوم عندنا ضيفة جدا مميزة الهام البناي طبعا مدربة يوغا وممارسة التشافي بالصوت بداية شو هو المفهوم اليوغا والعلاج او التشافي بالصوت نعم صباح الخير دعاء صباح الخير حمده وشكرا لاستضافتي في بنامجكم الجميل وشكرا كل طاقة من قناة الفجيرة انتم مرائعين وموفقين ان شاء الله بالنسبة لي اليوغا والتشافي بالصوت الشيء اليجمع بينهما هو انهما معرفتين مغلتين في القدم يعني اليوغا والتشافي بالصوت عمرهم فوق الخمس تلاف سنة يعني منذ قديم الزمان تستخدم هذه الطرق في العلاج بالنسبة لليوغا اليوغا وطبعا في امر اخر مشترك بين اليوغا والتشافي بالصوت انه مش ما في حد معروف ان هذا الشخص اخترع او ابتكر هذه المعارف او هذه العلوم في ناس حفظتها وناس دونتها وسجلتها لكن ما في حد بعينه يرجع اليه الفضل في اختراع او ابتكارها بالنسبة لليوغا الشائع انا هاتا يوغا تيتشر وفي كثير في محيطنا في نشوف على السوشال ميديا ممكن انسان اللي يفكر انه يبتدي يمارس اليوغا يحتار اي نوع من اليوغا بمارس او ممكن يفكر انه هو يعني ما عنده المرونة الكافية انه يمارس اليوغا فيبتعد عن اليوغا انا حابة اوضح هذا الشيء ان اليوغا ما لها علاقة بالمرونة ولا اساسها المرونة فيه في اليوغا وضعيات تناسب كل الاشخاص تناسب كل الاجسام تناسب كل الوضعيات الصحية ايضا او الظروف الصحية هاثا يوغا يعني ها يعني الشمس وثايعني القمر فهي يوغا الشمس والقمر وهي اساس اليوغا او الجانب الجسدي لليوغا. اللي نسمع في الحاول أني أختصر أو أعطي خلاصة عشان الوقت. اللي نشوفها نحن نشوف في الميديا أو حوالينا نشوف أسماء مختلفة نشوف أشتنجا يوغا، آينغار بنياسا، بكرام يوغا أو الهوت يوغا يين يوغا أنواع مختلفة. هذه مسميات وكل مدرب يوغا يعطي طابعها الخاص ويعطي توجهه الخاص لكن الأساس للهوغا هي الجانب الجسدي كلمة أشتنجا كل هذه مسميات هي مش اختلاف أو أنواع هي مسميات لليوغا مثلا كلمة أشتنجا أصبحت معروفة أن هي النوع من اليوغا لكن كلمة أشتنجا بحد ذاتها تعني الأضع أو الأفرع الثمانية لليوغا أو المبادئ الثمانية لليوغا يعني فينياسا يوغا الكلمة فينياسا بالسانسكريت أو بالهندي القديم تعني موازنة الحركة بالتنفس وهذا من أساسيات اليوغا أن يكون التنفس مرافق للحركة فتم اختراع يعني تم ابتكار اسم مسمى جديد لنوع من اليوغا اسمها فينياسا يوغا يتم تركيز فيه أكثر شيء على التنفس ولكن هذا من أساسيات التنفس أعطيكم أنا على السريع الأشتنجا يوغا اليوغا ليست فقط الجانب الجسدي يعني اللي نشوفها يعني نحن كيوغا المفهوم العام لليوغا نشوف فقط يعني مبدأ أو قاعدة واحدة من قواعد الثمانية يعني سبع قواعد لليوغا لا يتم ذكرها يعني اليوغا فيها الياما نياما أسانا برانياما براتيهارد هارانا ديانا سامادي هذه كلها مبادئ اليوغا الياما هي مبادئ الشخص تجاه المجتمع تجاه الآخر تجاه الكون تجاه الحيوانات تجاه النباتات تجاه الآخر مبادئ في مبادئ يجب أن تتوفر في هذا الشخص ليكون يوغي أو يوغيني شخص ممارس لليوغا فيه الياما هي الأشياء القواعد أو مبادئ التي يجب أن تطبقها على نفسك على ذاتك الأسانا يعني البوستر أو الوضعية هي هذا المبدأ هو المبدأ الذي يخص الجانب الجسدي اليوغا نحن نشوفه على الأساس أنه أصبح مفهوم اليوغا العام فهو الأسانا فهو مبدأ من مبادئ اليوغا المبدأ الثالث البرانيا ما هو التنفس التقنيات التنفس في اليوغا البراتيهارا هي ترويض الحواس دهارانا التركيز ديانا الميديتاشن ما هو معروف بالميديتاشن والسامادي عندما يصل اليوغيني أو اليوغي الإنسان ممارس اليوغا إلى مرحلة سامادي هي مرحلة يصبح فيها تواصل تام مع الكون هي مرحلة التجلي مرحلة روحانية نعم مرحلة التجلي بالنسبة للتشافي بالصوت التشافي بالصوت عرف في التبت في النيبال في الهند وفي الصين أنا يايبة معاي تبتين بولز هي تصنع في النيبال وهي يدوية الصنع في العادة التبتين بولز أو الأوعية التبتية الغناء أو المغنية تصنع من خمس أنواع من المعادن أو سبع أنواع من المعادن هذه الأوعية مصنوعة من سبع أنواع من المعادن من ضمنها الذهب والفضة يتم استخدام منذ الأزل منذ قديم الزمان يتم استخدام هذه الأوعية في العلاج الروحي والجسدي والنفسي كيف يعمل العلاج بالصوت؟ هناك ذبذبات صوتية تخرج من هذه الأوعية شكل الذبذبات مثل يوم نرمي حجر في الماء نرمي الدوائر كيف تتوسع نعم نرمي الدوائر كيف تتوسع فهذه الطريقة ليطلع بها الصوت هل مقترم بفكرة المعتقدات والأفكار التي نعتقدها؟ فكرتنا عن اليوغان يجب أن تكون في اهتمام معين في مجال معين لكي تستطيع اليوغان تؤثر عليك فأنا كيف تأثير اليوغا بالصوت ممكن يؤثر علي على شو لازم يكون اهتمام؟ كيف ندمج اليوغا بالصوت؟ أول شيء ما لازم يكون عندك أي توجه أو يكون عندك لازم فيه شروط معينة أنك أنت تمارس اليوغا أو التشافي بالصوت بالنسبة للتشافي بالصوت إذا بنحكي على الممارس للتشافي بالصوت أي شخص يقدر يتعلم ويمارس التشافي بالصوت الإنسان اللي عنده أو قدرات فوق طبيعية طبعا بتكون الفائدة أكثر يعني أنا الحمد لله أقدر أشوف الشاكرا كالرز أو ألوان الشاكرات فأقدر أعرف وين البلوكج موجود بالشكرا فبإذن الله أقدر أركز على لأن كل بول هي مخصصة لشكرا معينة فأقدر أركز عشان نشل البلوكج ثاني شيء العلاج بالصوت أو التشافي بالصوت المعالج يخلق energy field أو حقل طاقي بينه وبين الشخص الموجود فأنا أحس بما يحس فيه الشخص الموجود ويعني المشاكل أو الأشياء اللي هو يبغي يتخلص منها يعني أقدر أعرف وأروح وين الأشياء اللي أقدر أساعده فيها يعني التركيز أكثر ودفع الصوت أكثر في هاكي الأماكن عشان نفتح البلوكجز بالنسبة للتشافي بالصوت الشخص يعني هو من المحبذ إنه الأشخاص اللي يعانون مثلا بايبولر أو ثنائي القطب أو سكيزوفرينيا اللي عندهم انفصام أو هذا النوع من ما أقول أمراض هذا النوع من اضطرابات نفسية من الاعتلال أو اضطرابات نفسية معينة مشكلها هذا النوع من الاعتلال في الطاقة أنا أقول ما أحب أوصفها بأنه شخص مريض من المستحسن إنه إذا بيحضر أو بياخذ جلسة علاج بالصوت إنه ياخذ أدويته الأدوية اللي وصفها لها الدكتور يعني هو شيء مكمل للعلاج هو يساعد هنا يرتاح ويهدى لأن الموجات كثير عالية الموجات الصوتية كثير عالية فتأثر على الدماغ بشكل أكبر للأشخاص اللي عندهم اضطراب في موجات الدماغ والمستحسن إنه يبتعد عن ممارسة التشافي بالصوت إنما أي شخص يقدر يتعلم ويمارس التشافي بالصوت هل فعلياً الصوت له تأثير على خلايا الجسم؟ نعم الكون يعني إذا بنشوف وهذا أثبت علمياً يعني كلام علمي إذا بنشوف الكون أو البنية الأساسية للكون هي الذرة كل شيء معادن ماء بشر كل المخلوقات كلها مكونة من ذرات والبنية الأساسية لنا نحن كبشر هي الخلية الخلية تتكون من بلايين الذرات فإذا البنية الأساسية للكون وللإنسان هي الذرة الذرة هي عبارة عن نواة موجبة تحيط بها إلكترونات سالبة هذه الإلكترونات تكون حركة دائرية حوالي النواة فهذه الحركة الدائرية تنتج حقل كهربائي نعم حقل طاقي كهربائي ومغناطيسي يعني هو شبيه بالحقل الذي ينتجه المحرك أثناء دورانه فإذا الخلية عبارة عن ذبذبة هذه الذبذبة تتأثر وأثبت علميا أبحاث علمية أجريات أثبتت أن الخلية تتأثر بكل ما هو ذبذبة يحدث حولها ونحن كل ما حولنا ذبذبة الصوت ذبذبة فهذه الذبذبات تصل إلى ما لا تصل له الأيدي تصل إلى قلب الخلية فإذا كان هناك عدم توازن في قلب الخلية تساعد الخلية على إعادة توازن لأنه إذا حصل اضطراب في هذا التوازن يحصل هنا يبدأ جزء من الجسم أو عضو يبدأ في الاعتلال يعني هنا يحدث المرض فالعلماء يعني توصلوا إلى أنه لإعادة أو لشفاء طبعا الشافي هو الله سبحانه تعالى للتوصل إلى الشفاء لابد من إعادة التوازن يعني أولا نعم الذي يطرأ على الخلال في الخلايا نعم أنا يمكن ساري عندي كثير فضول ما شاء الله عليك شدتينا وحسنا أنه إحنا خلصتنا نشوف الجزيئات والأخلونات اللي بدور حواليها لكن فعليا نحبين نشوف تطبيق عملي على هذا الموضوع بعد إذنك إذا منشوف حتى أنا سمعت الصوت كان يمكن جديد علينا وغريب حبين نكتشف التشافي نعم إن شاء الله من عيوني بتون معاي ولا بتتمون إحنا مشاهدين من بعيد أبيب لكم أنا البولز عشان تترايت عشان جربون معناته أنا ريح أزيو طبعا هذين اسمهم المالت اللي هي الأدوات يعني ندق فيها على البول في القونجينج أو الريمينج اللي هو الحركة الريمينج الحركة الدائرية ففي المالت يعني تصنع من أشياء مختلفة هذه من المخمل وفي من الجلد وهذه من القطن فهذه تكون يعني الصوت إذا نسمعه أعمق فالبول لما ألمسي البول بتحسين فيه فيبريشن فالبول لما تكون مثلا الحين نحن بنجرب هاي المالت اللي هي الصلبة يعني ما نصدم البول بقوة فنهديها إلى أن تروح فيبريشن وبعدين نسمع هني اختلاف الصوت حد هذين البول هاي البول هي لشكرة الجذر اللي هي الروت شكرة هني في البول اللي هي لشكرة الجذع أو السكر الشكرة الشكرة المقدسة الشكرة طبعا بالسانسكريت هو اسم بالهندية القديمة لكن بالإنجلش اسمه ويل بالعربي هو العجل العجل فهي العجلات الرئيسية أو المحاول الرئيسية للطاقة في جسم الإنسان طبعا في كثير شكرات بس هذه الشكرات الرئيسية فيتم العمل عليها يعني إذا فيه انسدادات طاقية في هذه الشكرات ليفتح مسارات الطاقة فهي البول فيه بول الصولور بليكسز أو الضفيرة الشمسية ما دري أقدر أيها الصوب طبعا طبعا عشان شكرا هني عندنا هذه البول هذه الضفيرة الشمسية وهذه مال السكرة الشكرة أو الشكرة المقدسة هذه البول هي بول ضفيرة شمسية أو وعاء ضفيرة شمسية لكن هذا هذا الوعاء هو مميز لأنه يتم تصنيعها طبعا كل البول تصنع يدوي يعني يتم تصنيعها أثناء البدر يعني بس لما يكون القمر بدر نعم فهي فول مون بول هي أيضا تأتي في أحجاب مختلفة ويعني موجهة الشكرات مختلفة فهذه مثلا البول أسميها ريكي أنا أعطيهم أسماء على فكرة أنا فيه كونيكشن هذه البول هي بول أو وعاء لشكرة الضفيرة الشمسية أنهني البول هذه هي لشكرة القلب القلب يعني الاعتلالات القلب ممكن تستخدمونها القلب والمناطق هنا لأنه مو بس استضر نعم نعم هذه الحنجرة هذه العين الثالثة أو الغدة الصنوبرية بين الحاجبين وهذه شكرة تاج طبعا شكرة التاج نعم شكرة تاج هذه مسؤولة عن يمكن الدماغ نعم هي شكرة تاج يعني يتم العمل من تحت من شكرة الجذر يعني بشكل تصاع ودي وصولنا إلى شكرة تاج هي اختزال أو هي كسير ما يحدث تحت يعني كسير الشكرات أنها تتجمع يعني ويتطلع النورانية من هناك نعم النورانية والروحانية وكلها يعني إذا كانت الشكرة تاج مفتوحة بشكل تم فتح الشكرات نعم نعم فالشكرات لها ألوان شكرة الجذر لونها أحمر شكرة الشكرة أو المقدسة أو الجذع بالعين لونها برتقالي الضفرة الشمسية لونها أصفر القلب لونها أخضر الحنجرة لونها أزرق شكرة العين الثالثة لونها أزرق غامق يعني الحنجرة لونها فيروزي تقريبا شكرة العين الثالثة لونها أزرق غامق وشكرة التاج لونها بنفسجي يتحول إلى أبيض إذا كانت النورانية كثير عالية إلهام هلأ أنا شفتك بتعملي حركة دائرية داخل البولز أباشي تجاربين افتحي إيدش خلي الكف مفتوح بهذه الطريقة عشان مستحسن ما يكون فيه أكسسوري خاتم نستخدم هاي الإيد بس خليها مفتوحة عشان ما نمنع موجات الصوت بتحسين الفيبرائشن فهذا يعني وهذا اللي سألتي عنه اللي هو الريمينج شو الفرع بين هاي وهاي الريمينج لتثبيت الطاقة والريمينج نستخدمها أكثر لزيادة الفيبرائشن أو التذبذبات لدفع الطاقة تحسين الفيبرائشن صارت أقوى رائع هذه اللي هي مسؤولة عن الحنجرة هذه شاكرا العين الصنوبرية أو العين الثالث العين الصنوبرية أو مخصصة لشاكرا الجذر الروت شاكرا ثم البول المخصصة لشاكرا الجذع أو الساكرا الشاكرا المقدسة بعدين ننتقل مثلا الشاكرا القلب بعدين نرجع يعني في سيكوينسيز محددة حسب للاستشفاء اللازم نعم بعدين مثلا حسب المطلوب يستوي القونغين والريمينغ والريمينغ أيضا نستخدمها للتثبيت الطاقة بعد فيه التثبيت الطاقة الحلوة هذه هي التينكشا أنا كثير أحب التينكشا التينكشا أيضا نستخدمها والبولز على الفكرة والتينكشا تستخدم أيضا في الميديتيشن تستخدم في اليوغا لأنها كثير تساعد على الرلاكسيشن وتستخدم في كثير علاجات يعني تستخدم حتى الناس مصابين بالتوحد خاصة الهايبرز يعني تساعدهم يهدؤون نعم الناس اللي هم مرضى السرطان تخفف عليهم يخفف عليهم الألم تخفف من الانكزايتي من التوتر نعم تفينكشا بس اعمل هيك بس اضربيهم الحواف بعض نعم جدا رائع الهام البناي بصراحة موضوع أكثر أكثر من رائع أنا عجبتني الموضوع للأسف أنا كتير حزينة أنه هذا الموضوع مشكلة الناس بتعرف عنه فعلا يمكن هذا النوع من العلاج يمكن يساعدهم في حل كتير أمور يمكن الناس ما بيدروا عنها وبيفكروا أنه العلاج هو فقط في المستشفيات نعم نرجع نتشكرك مرة أخرى شكرا لكم جدا سعيدين بوجودك معنا اليوم رح نطلع بريك ومن بعدها راجع طبعا نحن رح نجربهم على قبل بريك